بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء الطلاب نكمل ما أخذناه في الدرس السابق تحدثنا في الدرس السابق عن الصحاري تحدثنا أو عرفنا أن الصحاري ثلاثة أنواع الصحاري الحارة والصحاري معتدلة وسوف نتحدث في هذا اليوم عن الصحاري الباردة ولكن قبل أن نتحدث عن الصحاري الباردة نريد أن نستذكر ونسترجع ما أخذناه في الدرس السابق ما أخذناه في الدرس السابق إذن أنواع الصحاري لدينا أو تقسم الصحاري إلى ثالث الأقسام زي ما ذكرت لكم صحاري حارة صحاري معتدلة وصحاري باردة إذن صحاري حارة أين تقع وما هو الموقع الفلكي للصحاري الحارة هي بين دائرة كام ودائرة كام هاي شباب أحسنتم إذن بين دائرتين عرض عرض 18 و 30 شمال وجنوب خط الاستواء إذن الصحاري الحارة موقعها الفلكي بين دائرتين عرض 18 و 30 شمال وجنوب خط الاستواء الصحاري المعتدلة موقعها بالنسبة لدوائر العرض هاي شباب نريد أن نشارك جميعا أحسنتم إذن الموقع الفلكي بالنسبة للصحاري المعتدلة هو بني درجتين عرض 40 و 60 شمال وجنوب خط الاستواء في هذا اليوم سوف نكمل بإذن الله ثالث أنواع الصحاري وهو الصحاري الباردة الصحاري الباردة أغلبنا يسمع عن الصحاري والصورة الذهنية التي لدينا أن الصحاري عبارة عن مناطق حارة فقط مناطق حارة فقط ولكن في درسنا اليوم سوف نتعرف على نوع جديد من هذه الصحاري وهو الصحاري الباردة عادة تكون الصحاري الباردة يقصد فيها الصحاري الباردة في شمال آسيا وشمال آسيا وأوروبا بالإضافة إلى نلاحظ شمال آسيا وشمال أوروبا بالإضافة إلى الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية إذن موضع أو موقع الصحاري الباردة في شمال آسيا وشمال أوروبا والدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية هي تموضع هذا النوع من الصحاري الباردة بماذا تمتاز هذه الصحاري؟ لها ميزة تميزها عن غيرها من الصحاري عن غيرها من الصحاري المعتدلة والصحاري الحارة تتميز بشدة البرود الصحاري الحارة تتميز بماذا؟ ممتازين بشدة الحرارة ولكن جميعها يتفق تقريبا بقلة الهطولات المطرية نلاحظ الصحاري الباردة نسبة الهطولات المطرية تقريبا 250 هطولات مطرية بمعنى أمطار سائلة ليست ثلوج الثلوج ليست ضمن الهطولات المطرية ولكن الهطولات المطرية التي تقاس بمقياس المطر تقاس 250 ملي متر سنويا فقط وتأتي في فصل الصيف على الرغم من طول النهار الصيفي في السنة هناك فإن هذا النهار لا يرفع درجة حرارة كثيرا إذن طول النهار نوعا ما ليس بمقارنة بصحاري الحارة لكن بالنسبة للصحاري الباردة يعتبر نهار في فصل الصيف نهار طويل ولكن لا يساعد على رفع درجة حرارة لماذا لماذا لا يساعد النهار أو عفوا طول النهار الصيفي في المناطق الباردة عرفت درجة حرارة لو نلاحظ هذا الرسم دعكم من الكتاب قليلا نلاحظ هذا الرسم الأشعة التي تسقط على المنطقتين القطبية الشمالية و القطبية الجنوبية هل هي أشعة عامودية أم مائلة أحسنتم أشعة مائلة إذن أشعة مائلة تكون ارتفاع درجة حرارة في هذه المناطق التي تسقط الأشعة بشكل مائلة هل هم ارتفاع أو منخفض ممتازين أحسنتم إذن منخفض إذن وانعكاس جزء كبير منها بفعل الجليد إذن لسببين السبب الأول بسبب مائلة أشعة الشمس السبب الثاني بسبب أيضا إنعكاس جزء كبير منها بسبب الجليد لأن الجليد ذو لون أبيض واللون الأبيض يعكس أشعة الشمس يعكس أشعة الشمس ويقلل نوعا ما من الحرارة إذن الحرارة في فصل الصيف ليست بالمرتفعة بسببين أو بعاملين العامل الأول مائلة أشعة الشمس كما هو موضح الثاني إنعكاس جزء كبير من أشعة الشمس بسبب لون الجليد الذي يكتسب أو يتميز باللون الأبيض أما التساقط القطبي أو في الإقليم القطبي فهو قليل جدا يقل عن 250 مليمتر ومعظم التساقط يكون على هيئة ماذا؟ أحسنتم ممتازين على هيئة ثلوج ليست أمطار ولكن التساقط أو الهطولات تكون على هيئة ثلج ليست على هيئة أمطار كما هو معتاد إذن الصحائر الباردة تكون في شمال لو نلاحظ فقط الخريطة عرفنا موقع الصحائر الباردة في شمال آسيا في شمال أوروبا في القارة القطبية الشمالية في القارة القطبية الجنوبية تمتاز هذه بنخفاض درجة الحرارة أما في فصل الصيف ترتفع قليلا ولكن الارتفاع غير أو لا يذكر بسببين السبب الأول ممتازين ماء الأشعة الشمس الثاني هاي شباب أحسنتم بسبب أن الأشعة الشمسي ينعكس بسبب لون الجليد الذي يكتسب اللون الأبياء من حيث التساقط القطبي أو في الإقليم القطبي قليل جدا بحيث يصل معدل التساقط السنوي مائتين وخمسين ملي متر فقط مائتين وخمسين ملي متر فقط بينما البقية تكون تساقط على هيئة ثلوج على هيئة ثلوج وهذا هو الذي يكسو مناطق المناطق الصحائر الباردة باللون الأبيض النباتات والحيوانات الصحراوية لكل إقليم ما يميزه من زي ما ذكرنا في الأقليم السابقة من مناخ من مميزات مناخية طبعا من حيوانات من أيضا نباتات تميزه عن الأقليم الأخرى النبات أو نباتات الصحاري تمتاز النباتات الصحراوية بشكل يختلف عن سابقاتها من الأقليم بماذا يمتاز؟ يمتاز أن النباتات الصحراوية ذات أشجار قصيرة تعتبر أشجار قصيرة وفيها أشواك فيها أشواك أشجار قصيرة وفيها أشواك إذن أشجار قصيرة وذات أشواك أو شوكية ذات أشواك سميكة تساعد على قلة فقدان المياه من هذه الأمطار من هذه النباتات وتتكيف النباتات بعدة تتكيف مع الجفاف بطرق شتى أو بأشكال شتى أهمها الأوراق التفاف الورق الورق في المناطق الصحراوية لا يكون بشكل مستطيل ولكن يكون بشكل نوعا ما منحني أو دائري قليلا هذا يساعد على قلة فقدان النبات للسوائل أو للماء إذن التفاف الأوراق فتصيب شعة الشمس أطرافها فقط دون السطح أي أن السطح أو الشعة الشمس لا تصيب سطح الورقة بشكل مباشر ولكن نوع من أنواع التكيف الذي هيأ الله سبحانه وتعالى لهذه النباتات جعلها تكون بشكل ملتف يساعد على قلة الفقدان من الماء وبعضها طبعا بعض هذه الأوراق يختزن المياه لو قدرنا حصلنا أو تحصلنا على ورقة صبار وقمنا بكسرها يخرج منها عصارة هي تقريبا هي المياه التي يستفيد أو تستفيد منها النباتات وعلى ذلك نقيص معظم النباتات الموجودة في المناطق الصحراوية إذن مثل هذه الأشجار أو مثل هذه الأوراق أوراق الصبار كما هو موضح لنا في الصورة ذات شكل منحني يساعد على قلة فقدان السوائل من خلال أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة ثانيا امتداد الجذور الجذور في النباتات الصحراوية تمتد عميقا داخل التربة للبحث عن المياه لو نلاحظ أن بعض النباتات في حال اقتلاعها بالذات النباتات الصحراوية يكون جذورها ممتدة إلى أماكن بعيدة بقصد أو بهدف البحث عن السوائل البحث عفوا عن الماء نلاحظ هذه الجذور طبعا هم موجودة عندكم في هذه الكتاب ولكن من باب العلم بالشيء نلاحظ امتداد الجذور داخل التربة للبحث عن المياه التي تساعد النباتات على العيش طبعا والنباتات في المناطق الصحراوية هل هي متقاربة أو متباعدة؟ نلاحظها متباعدة هذا يساعد أيضا على الاستفادة بشكل أكبر من المياه الموجودة في باطن الأرض وهناك نباتات قصيرة العمر التي تأتي بعد سقوط الأمطار تكون أعمارها عادة من 6 تسابيع إلى 8 تسابيع وذلك بسبب قلة المياه وتمثل هذه 60 إلى 80% من النباتات الصحراوية حيوانات المناطق الصحراوية طبعا في بيئتنا الصحراوية في وطننا الغالي نلاحظ أو نعرف جميعا ما هي الحيوانات التي تميز هذه البيئة عن البيئات الأخرى من غير ما نشاهد الكتاب نعرف نقول الجمال الضب السحالي وغيرها من الحيوانات التي تكيفت على البيئة التي عاشت بها وهي البيئة الصحراوية إذن أهم ما يميز حيوانات المناطق الجافة اقتصادها باستخدام المياه اقتصادها باستخدام المياه فتستفيد من المياه الموجودة في النباتات فتستفيد من المياه الموجودة من عملية النداء التي تحدث في ساعات الصباح الباكر تستفيد منها الحيوانات إذن أهم ما يميز حيوانات المناطق الصحراوية أنها اقتصادية في استخدام المياه بحيث أن نجد كثير من القوار الصحراوي تقضي شهور الحارة في حالة سكون تام حيث تقلل ما يمكن فقده من الماء وتنتشر الزواحف مثل السحالي والضب وغيرها من الزواحف التي تكيفت على هذه البيئة وهذه الزواحف تسمى بذوات الدم البارد ما هي ذوات الدم البارد؟ هاي شباب قد سمعتم هل أحد منكم سمع بهذا المصطلح؟ هاي شباب إذن ذوات الدم البارد هي الكائنات التي لا يمكنها أن تنظم درجة الحرارة داخل أجسامها ومن ضمنها الزواحف الموجودة في البيئة الصحراوية إذن وتعرف هذه الزواحف بذوات الدم البارد هي التي لا يمكن أن تتكيف بدرجة الحرارة في أجسامها وتستطيع أن تتحمل درجات الحرارة المرتفعة إذن ومن أهم هذه الحيوانات في البيئة الصحراوية وأقرب مثال للتكيف على البيئة هو سفينة الصحراء أو الجمال الذي تكيف أو هيئه الله سبحانه وتعالى للعيش في هذه البيئة بصورة غير عن بقية الحيوانات كما هم وضح لدينا تعرفون لو بحثنا في المراجع لو وجدنا الكثير من التفاصيل عن هذه الحيوانات أما حيوانات الصحار الباردة مثل الرنة مثل النباتة مثل النباتة أيضا الأسكية مثل الرنة وأيضا الدب القطبي والذئب القطبي كلها أيضا تكيفت على البيئة التي عاشت بها من خلال أن الفراء ذات فراء سميكة تحتفظ بالدهون داخل أجسامها لكي تستفيد منه بالغذاء وتستفيد أيضا منه في الدفع إذن حيوانات الصحار الباردة أهمها الرنة كما هم وضح لدينا في هذه الصورة توصل السكان إلى استئناسي واستخدموه كذلك بالإضافة إلى الذئب القطبي والثعب الأثالب القطبي الذي تميز بالفراء ذو القيمة الاقتصادية العالية ذو القيمة الاقتصادية العالية وتعرض أيضا إلى الصيد الجائر من قبل المستفيدين من هذه الحيوانات إذن تعرفنا في هذه اليوم وتعرفنا في الدرس السابق على الصحاري الحارة وتعرفنا على الصحاري المعتدلة وتعرفنا في درسنا اليوم على الصحاري الباردة وموقع الصحاري الباردة زي ما ذكرت لكم أنها شمال قارة آسيا شمال قارة أوروبا في القارة القطبية الشمالية وفي القارة القطبية الجنوبية تتميز من خفاض درجة الحرارة وأيضا تتميز بارتفاع القليل في فصل الصيف ولكن هذا الارتفاع لا يؤثر بسبب ماذا؟ ممتازين بسبب ميلة شعة الشمس وانعكاس الشعاء الشمسي الصادر المنعكس من الجليد وبعد ذلك تعرفنا على نباتات البيئة الصحراوية ومن ثم تعرفنا على حيوانات البيئة الصحراوية وبذلك أحبائي ننهي درسنا أو ننهي درسنا لهذا اليوم وتعرفنا على جميع الأقسام الأقليم الصحراوية وبإذن الله لنا لقاء في درسنا القادم مع تمنيتي لكم بالتوفيق والنجاح